تحركات في الكونجرس الامريكي ضد القضاء العراقي زادت حدة التوتر بين بغداد وواشنطن بعد تصريحات الليناء بن امريكي تجاه مجلس القضاء العل العراقي ورئيسه موربا عن استعداده تصنيف المجلس ورئيسه على انهما اصول تسيطر عليهما ايران وتحويل الملف نحو التشريع في الكونجرس الاتهامات ردت عليها الخارجية العراقية ببيان مؤكدة رفضها المساسة بشخص رئيس مجلس القضاء وصفة تلك التصريحات بالتدخل السافر بشين الداخلي العراقي وسيادة والنظام القضائي في العراق قانونيا يرى خبراء ان العراق يمكنه سلوك الطريق الدولماسي للاعتراض على المشروع عبر المواثيق الاممية والاتفاقات الثنائية وخصوصا ان التصريحات تتقاطع مع ميثاق الامم المتحدة طبعا هذه التصريحات اولا هي تخالف ميثاق الامم المتحدة تخالف المواد واحد واثنين واثلاثة واربعة واثمنطعش من ميثاق الامم المتحدة يحق للعراق اولا الاحتراض لدى الامان العام للامم المتحدة تقديم احتراض الى الامين العام للامم المتحدة عن طريق ممثل العراق هناك ويرى خبراء القانون ان العقوبات في حال تمريرها فان اثارها لن تتعدى حدود الولايات المتحدة فيما يستطيع العراق التعامل بالسياسة ذاتها عبر فرض قيود على القضاء الامريكي عن طريق البرلمان اتتمتلك بغداد الوسائل كافة لادانة واشنطن ومحاسبتها دوليا وامميا على الحكومة العراقية ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة من خلال الدولوماسية العراقية من خلال وزارة الخارجية العراقية وايضا ان يكون الحكومة العراقية رد واضح وعنيف تجاه ما صدر من قبل النائب الامريكي ويتي هذا التوتر قبيل استلام السفيرة الامريكية الجديدة تريسي جاكوبسن مهمها في العراق اذ سبقتها عاصفة من الاعتراض داخليا ما يعني تعمق التوتر بين الطرفين وخصوصا ان المشروع في حال تمريره قد يسبب عزلة دولية نتيجة استهداف السلطة القضائية التي تعد البوابة الرئيسية لتطبيق القوانين من بغداد علي اسد يو تي في